مسلسل المصار إكباري وجبة درامية اجتماعية هنشوفها في شهر رمضان عمل درامي أحداثه بتتكلم عن اتنين شباب عايشين في منطقة شعبية وبعد فترة الأمور بتتطور وبيدخلوا في مشاكل كبيرة جدا يا بسان ده يمكن اللي دفعنا النهار ده في صباح الخير يا مصر إن احنا نتكلم عن موضوع من وحي المسلسل هو إزاي الأمهات والأباء بيتعاملوا مع مشاكل أولادهم في حال لو مختلفين مع بعض إزاي نقوي علاقتهم ببعض ما نفرقهمش إزاي أبقى عادل أو أبقى عادل أو بعملهم بطريقة من غير محسس إنه فيه فرؤات بينهم هما الاتنين فيكراهوا بعض إزاي لا كتير هنجاوب عليها مع ضفتنا اللي من ورانا في الستوديو النهاردة مريم الشفعي استشاري التربية الإيجابية أهلا بيك يا دكتور يعني موضوع مهم جدا أهلا بيك صباح الخير عليك من ورانا صباح الخير يا مصر إزاي الأهل يتعاملوا في موضوع شائق زي ده يعني دايما لما بيبقى اتنين حتى من هما صغيرين أطفال بيلعبوا مع بعض واحد اللي بيشتكي دايما هو ده اللي بيبقى إيه غالباني طيب وهو على حق فعلا التاني بياخد حق أه لا مش شرط ممكن التاني يبقى هو يعني اللي اشتكى ده هو اللي بدأ فالتاني رد عليه فرد الأولاني على التاني معجبوش فرح يشتكي الماما فهو الصغير فماما إيه راح تضربك كبير أوكي فإزاي مسلسل يعني مصاري كبيري بيحكي عن القصة دي موجودة في كل بيت صحي إزاي الأهل يتعاملوا مع الموضوع ده عشان ما يفرقوش ما بين الإخوات هو احنا عايزين نشاور الأول على أن التفريقة بين الولاد دي تقريبا موجودة في كل بيت باختلاف الشكل يعني التفريقة بين ولد وبنت التفريقة بين الولد أو البنت الهادي الطيب اللي بيقول حضرته للوقت واللي بيجادل وبيسأل وعايز يعرف لي ومتعاقب لي وإيه المشكلة أغلب المشاكل السلوكية اللي بتظهر في وقت المراقب يبقى فيه جزء منها بسبب معاملة الأهالي اللي هم مش بيكونوا واخدين بل هم منها التنشيئة الولدية اللي هم مرسوها مع ولده وأحيانا بتظهر في جلسية وإحنا بقى 40 و50 سنة وبنشتغل على مشاكل خاصة بينا ونرجع ده للطفولة اللي بيحصل الأهالي بياخدوا كذا اتجاه منهم إنه الولد اللي بيقول حاضر هو ده الحلو الكويس طول الوقت طيب بنت أو ولد وفي الغالب الولد هو المميز ده بيعمل إيه؟ ده بيخلي فيه مشاعر طول الوقت فيها غصبا عن الولاد والبنات أنا ليه مش مميز ثقته في نفسه بتضعف جدا أحيانا بيروح في اتجاه إنه عايز يعمل مشاكل سلوكية كتير قوي عشان يتشاف فهي دي الطريقة اللي هو بيتشاف بيها سمعنا منهم كتير أنا نفسي في عائلة تانية أنا نفسي في بيت تاني أنا مش عارف أنا ليه في الوضع ده هو مين الأحسن ممكن يبقى الأشطر في المدرسة هو اللي احنا بنسقفله طول الوقت اللي بياخد بطولات هو اللي بنسقفله طول الوقت طيب هنا بنقول للأهلية إحنا عرفنا خلاص إن إحنا سبب مشاكلهم أرجوكو الإخوات متساوين في كل حاجة باختلاف قدراتهم وكفاءتهم وولد أو بنت ومين اللي أنا حاسس إنه أقرب لقلبي أعمل إيه بساوي في كل حاجة طيب فيه ولد شاطر ولد مش شاطر بجمع الولاد وبحكي إنه فيه فروق فردية بيننا والفروق الفردية دي بتخليهم متساوين في كل حاجة بالنسبة لي أنا كماما هم بيتميزوا في ورقة الامتحان لكن عندي في البيت هم متساوين في كل حاجة لازم يبقى فيه أدوار فيها الولد أو البنت بيساعدوا بعض في مسؤوليات تجاههم فيه عيد ميلاد فيه أختك أنت أكبر منها فهتساعدها في حاجة في المذاكرة التفاصيل دي طول الوقت أنا بشجع وبنمي إنه هم إيه أدوارهم مع بعض طيب أنت قلت إنه بيكون فيه تفرقها في بعض الأوقات ما بين الولد والبنت الإخوات طيب في بعض الأوقات بيكونوا ولدين ودايما الولد الكبير بيكون الأب والأم شدين عليه شوية في التربية في بعض الحالات بيكونوا شدين عليه في التربية بييجي التاني ده يعني ما بيقوش عارفين يتعبوا معايا أو بيكون بلطاجي كمان على بابا ومامته في البيت صح الكبير دائما هم بيبقوا حاسدين إنه هو ده السند وده اللي هيقف ويحل واللي هيشيل بعد بابا ومامته هم إحنا يعني كمجتمع شرقي عندنا التصور ده طول الوقت وفي الغالب بيبقى بجر في التربية أصلا يعني دي نقطة مهمة جدا فأنا بشد فبيطلع الكبير ده أخد جزء من القصوى كده في المعاملة أنا ببقى متخيل إنه هي دي طريقة اللي هتزبط حياته الصغير بيجي في الغالب بعد شوية وقت ببقى كمان ببقى شفت مشاكل الكبير بدأت تظهر فبقرر غير الطريقة للناحية الثانية خالص لما بغيرها للناحية الثانية بس يبدأ لعب بكل أشكاله تساهل بكل أشكاله حماية زيدة بكل أشكالها فبرضه بتظهر مشاكل طيب دلوقتي الناس يمكن بتفتكر أو بتتعامل مع الأب والأم دول كأنهم غير قابلين للخطأ أو المفروض يكونوا غير قابلين للخطأ بعض الأباء والأمهات أنا أحط نفسي ما كان حد عنده طفلين طفل بيقول حاضره نعم وشاطره بيجيب درجاته نهائية متفوق في تمرينه وطفل تاني مفيش منه راجع وبيجادل وبيدرجاته وحشة وبيضرب أخوه وبيعمل كل حاجة غلط فطبيعي أن الأم والأب هيعملوا وده من العدل أن هم هيعملوا الولد المتفوق ده بحب شديد لأنه هو بيعمل كل حاجة والولد التاني هيشده عليه يعملوا إيه بقى في الموضوع ده ده صعب شديد هقولك أن أنا هختلف معك في حتة صغيرة ده هنسقف له ونشاور عليه عشان هو شاطر دراسيا لكن حبي أنا لي هو أنا بحب كل أولادي زي بعض وبساوي في المعاملة بينهم كلهم زي بعض الحب مش مشروط ولا على أدب ولا على أنه الأول على المدرسة ولا بطاريات طب إحنا هنا بنقول للأهالي أنه في الغالب أنتو بتربوا بنمط تربية أنتو مرتوا بيزمان وكلنا دخلنا التربية متخيلين أننا بالفطرة هنا عرفنا ربي لأ هي التربية ليها أسليب وأدوات وأنا محتاج أجهز للنقطة دي طب أنا مش عارف إتس أوكي أن أنا غلطت في وقت في حياتي فأنا بروح أتعلم بروح أستشير حد متخصص وبرجع لولادي وقعد وأقول أنا غلطت في النقطة دي محتاج أحسم معيك وواحد اتنين تلاتة أربعة لكن معنى أنه هما بيغلطوش في المطلق لأ هما أكيد بيغلطو طب غلطت يلا نعدل مصارنا المصار مش إجباري خالص بقى هنا طب أنت قلت نقطة مهمة جدا أنه في بعض الجلسات بيكون ناس عندها أربعين سنة وخمسين سنة مع أولى مشاكل بيتعرضوا ليها وهم أطفال أي أن كانوا هذي المشاكل وبين أننا بنتكلم دلوقتي عن التفرقة ما بين الأطفال ممكن تتوصل معاهم لحد ما عنده أربعين وخمسين سنة آه فيه لا طب تكامل معاهم فيها أن أنا تهزد ثقتي في نفسي جدا أو كنت محتاج أبزل مجهود كبير قوي عشان أتشاف ما كنتش متشاف خالص كان الشاطر هو المتشاف كان الكبير هو المتشاف كان الولد هو المتشاف لأي سبب من الأسباب فأنا حاسس أن أنا طول الوقت لازم أبزل في علاقات وفي الغالب ده بيكون مع البنات على فكرة لازم أبزل أبزي للقدام كتير قوي بتقع في تجربة زواج هي محتاجة تدي فيها فوق طاقتها عشان تتشاف فتاخد الحب اللي هي تحرمت منه زمان إمتى نبدأ نكتشف ده وإحنا قاعدين علشان هنوصل لانفصال أو في خلافات عائلية كبيرة جدا هل اللقطة دي كمان في اللقطة دي بقى ليها نعكسات على الولاد بعد ما الطفلة دي بقيت أم آه طمام هي عندها إحساس بغير ربي نفس الطريقة بعدها من الاستحقام أنا لازم أعمل عشان أتحب لأ أنا محتاجة أتحب زي ما أنا كده بكل طفل غير مشروط الحب الغير مشروط مش لازم تبقى زوجة موتها نفسك عشان تتحبي لأ أنت بتتحبي من غير كل التاسكس اللي عليك دي وده بيتنقل للولاد طبعا طيب إزاي أتعامل مع ابني لو أنا بحاول على قد ما قدر طول الوقت ما فرقش ما بينه ما بين أخوه لكن هو طول الوقت بيقارن نفسه بأخوه أو أخته إزاي أحاول أن أنا أغير من ده في ابني في تفكيره عشان حتى ما خلهوش بيقارن نفسه بينه وبين صحابه في المدرسة لو أنا مش بقارن خالص ممكن يبقى الدائرة القريبة لو في نفس المدرسة لو في التمرين هم بيقارنوا بينهم وبين بعض طيب ده مش بيحصل ولا الدواير دي بتأثر عليهم أنا محتاج أعمل إيه أشاور على المميزات المختلفة اللي عنده كل واحد والتاني يعني فيه واحد شاطر دراسيا واحد كارزمة والتماعي ويعرف فيه اخطف قلب ماما في كلمتين فلازم أشاوله أن دي مهارة هو بيتكلم حلو قوي التاني بيلعب رياضة كويس قوي واحد بيزاكر كويس واحد بيساعدني في البيت وأشاور أن دي مميزات ودي مميزات مش لازم التشيكليست بتاعتنا تبقى شبه بعضه بالظر صحيح لأنه في الأصل إحنا مختلفين أنا مش رايزة لأخوات كوبيبست من بعض ده مؤكد طيب أنت كلمتي عن بعض الأسر اللي ممكن تميز الولد عن البنت فيه أسر تانية بتميز البنت عن الولد وبيدلعوا البنت دلع يمكن زايد شوية فيبتدي الولد يتدايق سواء بقى غيرة أو يتدايق من الدلع أخصون هو في سن مثلا مراهقة أو وصل لي للشباب صح هقول لك مفاجأة أن الأم اللي تعرضت لده في بيتها أن هي كان عندها أخ قاسي أو هو كبير أو بابا ما كانش موجود وهو اللي بيمارس ده أو تعرضت لتجربة زواج فيها زوج قاسي جدا فبقت هي اللي بتربي البنات غصبا عنها عندها ميكانيزم دفاعي أنها عايزة تقوي البنات دي فوق الطبيعي عشان يعرفوا ما يبقوش صورة الضحية دي في يومنا الأيام فبتقوي البنت على الولد وأنا قبلت تجربة كده بالضبط الولد هو البنات هم يعني الأقوى وهما اللي بيمارسوا وهو مش بيقول لأ في أي حاجة ومش عارف يقول لأ في أي حاجة لما قعدت مع الأم لأ هو فيه سبب أنه هي أصلا عندها تصور أنا مش عايزة البنات دول يبقوا شبهي في يومنا الأيام فاحنا محتاجين نفارمل لما نلاقي أن احنا متأثرين بتجربنا الشخصية وإحنا من ربي الولاد أرجوكوا نقف لأنه لأ هم مش هيعيشوا نفس المواقف بنفس الشكل أنت عارف المشكلة في إيه يا دكتور إن كلنا بنقول إيه طب ما إحنا تربينا هو كبرنا زي الفل ما فيناش حاجة غلط مش زي الفل ولا حاجة بالضبط مصرين بس لديوه كان ففهمة أصديف إحنا بنقول إيه دايما إنه أنا ها هو بقى دقق بقى في كل حاجة طب ما أنا هو كبرت هو زي الفل ما بعودش أفكر إنه لا أنا تسببت في مشاكل أو أجالي يعني مشاكل ترومز معينة بسبب مواقف معينة فالنهار دا بقى إزاي أقف مع نفسي أصلا وأقول أعلم على المشكلة أحط إيدي عليها أقول إن عندي المشكلة دي أنا لازم مش كل الناس معيها فلوس إن هي تروح لدكتور نفسي فأنا إزاي النهار دا أعالج نفسي بالحتة دي يعني أنا يعني أعرف إن أنا عندي مشكلة في الحتة دي وزاي أعالجها هي لحظة وعي أنا باخد بالي فيها إن أنا باستخدم ميكانيزم دفاعي معين يعني أنا بقوي بنسي قوي علشان ما تكسرش أنا واخد بالي لو أنا ركزت لحظات كده أنا بعمل دا ليه أو إن الولد دا أنا كأم شايفاه يبقى الحماية وهو اللي هيقف يسعيدني وهو اللي هيقف قدام بابا في سن معين لو بيجي علي فأنا بعود الولد يبقى قريب مني جدا إحنا أحيانا كمان بنستخدم الولاد إنه مين يبقى أقرب لمين علشان أنا هحتاجه فيه من الأيام كل دا محتاج لحظة وعي فيها إن أنا مدرك إن أنا بس رايح في الطريق الغلط بمارس نفس اللي حصل معي بطلع حتى كده فيها إن أنا مرتبطة بالولد الوحيد أو البنت الوحيدة دي قوي اللحظة دي لو ما جدش لحظة الوعي اللي فيها صدق أنا بعمل كده بجد مش هعرف أفوفرمل طيب هل دا لي علاقة بإن دايما البنت زي ما بنقول مرتبطة بباباها والولد دايما مرتبط بمامنته هو يعني آه الميل الأقرب إنه طبعا كل واحد بيميل الجنس التاني البنت فعلا أقرب لباباها والولد أقرب لمامته لو إحنا عايشين في بيت سوي يعني الأب موجود والأمة موجودة وكده لكن لو فيه بقى انفصال سهتلاقي كل حد بيشد حد من الولاد تجاهه وحسب نمط شخصية الولاد يعني الأسهل أنا هبقى عزايا أقرب لي أنا الأنشف هبقى زقى ناحية بابا علشان هو يقف قدامه ويقوله لا إحنا محتاجين ومحتاجين ومحتاجين ممكن الأنشف دا يبقى على فكرة البنت مش الولد مش بالضرورة حسب نمط التربية طلع مين قادر أكتر على أنه يقف يطلب حقوق إنما في الطبيعة زي ما حتك قلت أنه فقط بيميل جنس الآخر ولا السلوكيات نفسها وطريقة التعامل نفسها اللي بتفرق لا 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 هو الأب بيدلع البنت بشكل دلقصده يعني وعلى الجانب الآخر برضو طبعا والبنت بتحتاج بابا اللي بيلعب دور الصاحب اللي بيخرجها ويقعد معها في كافيه ويغزلها ويقول لها كلام حلو والعكس الأمة برضو بتبقى قريبة من الولد جدا لأن الأب عايزه يطلع ناشف زي ما بنقول عايزه يطلع راجل كده طب يا أم قريبة لي ثانية واحدة نعرف بس أنا عندي ولد عايزي شوف ليه عايزي أقربه مني أكتر بصراحة عشان بصري الأمة قريبة عشان الولد دل السند الولد ده صاحب الولد دل أحيانا بيلعب الدور اللي بابا ما بيلعبوش الولد لما الولد ومامته بيبقوا صحاب لا هو بيمل حتة عنده ماما أحيانا بيكون بابا وبيعملهاش الخروجات ويلا نلعب والولد بيبقى عايز شكل البنت في حياته فلو ماما قادرة في سن المراهقة تلعب دور البنت الصحبة اللي يلا نعطفكها فيه ويلا نخرج هنا ويلا نروح نحضر ماتش مع بعض أنا مش قادرة أقولك هي بتسكن احتياج قدقيه عند ابنها الولد الحمد لله طيب خلص حلوة قوي المضاء طيب دكتور في داس كده تقولي إيه دول إخوات يعني سند لبعض في الدنيا دول إخوات كلهم بيخدموا بعض عائلتهم رقم واحد عندهم الأم هنا عملت إيه عشان تربي النوع ده من الأخوة الحلوة مع بعض الأم هنا زرعت قرب وود وإنه لو ما عندناش كلهم متكافئين ولو بكافئ كلهم زي بعض كلام الحب بيتوزد عليهم زي بعض مش عشان ده الشاطر اللي دخل بسني من المدرسة النهاردة يعني احنا عندنا حتة كده بشي المسئوليات بشاركهم في مسئوليات البيت فمش هتيجي لقطة فيها عارفة خناقات الورث اللي بتحصل وإحنا كبار قوي دي بتحصل لي شو إحنا كان فيه لقطة فيها كل واحد بيفكر في نفسه الأمة محتاجة تأخذ بالها وانا الولاد كل واحد بيفكر في نفسه ولا لا هننزل نجيب لبس عيد ففي ميزانية معينة فهتتقسم علينا كلنا بالتساوي واحد هيتلع رحلة في المدرسة فكلنا هنطلع واحد مش هيتلع لسبب مددي فكلنا مش هنتلع مفيش ده هيطلع وده مش هيتلع التفاصيل الصغيرة قوي دي لحد قعدت الغد على البيت على الصفرة وبنقسم الأكل بنا كيف كل ده بيزرع حاجة جوه الولاد بالتدريب ففي واحد بيشوف نفسه من أول يوم ومميز فبيطالب بدأ قدام فهي لقطة فيها أم واخدة بالها من كل تفاصيلها حتى الحضن أنا حضنت ده النهاردة ههضن الاثنين التنين طبطبت على ده النهاردة هطبطب على الاثنين التنين طيب بما أننا بنتكلم عن مسلسل مصار إجباري وازاي يتعامل الأب والأم مع الأبناء يكون فيه عدالة في التعامل زي ما حضرتك بتقولي ازاي النوع ده من المسلسلات بينعكس على المجتمع حضرتك ذكرتي في البداية أن الأم لو عندها تجارب سهيئة أو الأب عندها تجارب سهيئة لازم يكون عنده وقفة مع نفسه يبتدي يقف ويفكر هل أنا تجربتي الشخصية بتعامل بيها مع أبنائي وده اللي مش المفروض أنه يحصل لأنها بتؤثر عليهم بالسلب زي ما حضرتك ذكرتي فازاي هذا النوع من المسلسلات بينعكس على واقع المجتمع والله ساعات بنشوف الفيد باك بتاع المسلسلات كده ناس وهي بتكتب أنا اللقطة دي حصلت معي أنا فاكر لما حصل في طفولتي كذا أنا ما كنتش عايش مع بابايا أنا بابايا عمل معي نفس لقطة الحرمان دي ففي لقطة تخبط في قلبك كده وانت بتتفرج على أي مسلسل في حاجة شابه دي حصلت معي لو حصل حاجة كده انت محتاج تقفة وتفتح الملف القديم احنا ليه بنخاف نعمل ده عشان بحس بوجع وفي قوة للتغيير أنا عشان أغير ده محتاج أشتغل على نفسي وقت عشان أشوف إيه أماكن الألم عندي وأتفادا يعملها محددين هي قوة التغيير هنا لكن كلنا المسلسلات بتلمس أجزاء من بيوتنا ومن عائلتنا طبعا بلا استثناء يعني لما بنتكلم على تجربة اجتماعية يمكن بنتكلم على مشاكل فعلا بتحصل في أرض الواقع يمكن ده اللي كنت بنتكلم عليه من الأول إنه دايما في كل سنة كده بيقى فيه موضوع مختلف مسلسلات بتتكلم عنه ودي الدراما والفن عمتا هو المفروض يعمل كده يمسك مشكلة معينة ويحلها ده الفن الهادف وده الفن الراقي نشكر طبعا دكتورة ماريام الشفعي الاستشاري التربوي والمعالج السلوكي كل شكر ليكي نتمنى أن نحن نكون فدنا كل أب وأم النهاردة بيقعوا في الغلط ده لأنه مهمة قوي نركز فيه أنه نحن نتعامل على قد ما نقدر بالتساوي مع أولادنا عشان يحصل فيه مشاكل في المستقبل